مرحبا بكم والفقرة الأخيرة اللي زي ما نوهنا عنها في بداية الحلقة نتكلم نهاردة عن فكرة هنا يعني تجديد خلايا الدم أو ايه هي العناصر المفيدة اللي ممكن من خلالها نجدد خلايا الدم وحنتكلم مع مين أهم من دكتور دينا أبو السعود اللي بتنوارنا دايما بونجور بونجور يا حبيبي بجينا كل أسبوع بموضوع بجد أهم من اللي قبليه والله يعني نتكلم النهاردة عن العناصر المفيدة لخلايا الدم وزي أصلا خلايا الدم بتفيد ومهم جدا يتم تجديدها ومهم جدا أصلا أن أنت تخلي بالك وتتطمن وتعمل شاكب وزي ممكن تؤثر بشكل سلبي لو ما فيش اهتمام خلينا عرف منك القصة كلها عشان برضو الصورة تبقى واضحة طبعا خلايا الدم ده موضوع مهم قوي ولازم أي حد فينا ستات رجالة شباب من جميع العمار يهتموا جدا بكفاءة الدم ليه بقول كده لأن الدم هو طبعا عنصر أساسي للبقاء على الحياة أو مكون أساسي للبقاء على الحياة الدم هو وصيلة مصلات كل حاجة أولا وسيلة مصلات الأكسوجين بيأخذ الأكسوجين ويوصل لكل الأنسجة عشان الأنسجة يدخلها والخلايا تخلها أكسوجين فوانصلة والأكسوجين قال هيحصل تعب إرهاق حاجات كتيرة خلايا الدم هي وصيلة نقل هرمونتنا من الغدد المنتجة للهرمون لمستقبلتها في الخلايا خلايا الدم هي وصيلة مواصلات الخلايا المناعية أو كرات الدم البيضاء المسؤول عن المناعة التي تحمينا من العدوى والبكتيريا والفيرل انفكشن خلايا الدم هي وسيلة مواصلات الفضلات بتاعتنا وإخراجها لازم نعرف أن نهتم بخلايا الدم جدا وزي ما قلت لازم نعمل على طول تشيك أب للسي بي سي بتاعنا اللي هو صورة الدم الكاملة نتطمن أن الدنيا سليمة ولازم ناكل أكل فيه فيتامينات ومعادن أو ناخد مكملات غذائية مصرح بيها ومرخصة فيها الفيتامينز المهمة لإنتاج خلايا الدم حلو جدا طب فكرة أنا ما تكلم عن إزاي ممكن أكون وأجدد يعني البروستس بتمشي زي فكرة تكوين وتجديد خلايا الدم أصلا وإزاي المكمل الغذائي يقدر يساعد في ده خلايا الدم هي خلايا بتتجدد والخلايا تموت ويرجع وترجع تاني تتجدد ده بايدفولت ده بصلاب ده طبيعي واللي بنتجها نخايا العظم ده حاجة سفنجية بتبقى موجودة داخل العظم اللي هو نخايا العظم هو اللي بنتج للخلايا الجزعية والخلايا الجزعية لما بتكون الدم بتطلع بقى على الدم أنا عندي كرة الدم الحمراء ده مفروض بتقعد 120 يوم والكبد بتخلص منها ويرجع تاني نخايا الدم يفرزها تاني عندي الخلايا الدم البيضة ده بتقعد من ساعات لأيام اللي هي مسؤولة على المناعة وعندي الصفايح الدموية اللي هي مسؤولة عن تخصر الدم إن لو حصل إن احنا تعورنا لازم بسرعة يجلط شوية ويعمل إشرة عشان ما نهدرش دم أو يحصل سيولة والبلازمة هي دي خلايا الدم من أهم الفيتامينز المهمة جداً الدعامة جداً لخلايا الدم رقم واحد طبعاً الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 هو اللي بنتج لخلايا الدم الحمراء والزينك مهم جداً أنا قبل كده أعتقد أنا هوانت قلت لك أن الزينك مهم لأي خلايا بتتجدد زي ما أنا قلت خلايا الدم دلوقتي بتتجدد سواء ثلاث شهور اللي هي الخلايا الدم الحمراء وبتموت الخلايا الجزعية والسوري الخلايا الدم البيضاء والحاجات دي وأي حاجة في جسمي بتتجدد شعر بشرة دوافر كل حاجات دي بتتجدد محتاجين زينك طيب يبقى أنا قلت زينك ونحاس مهم وفيتامين سي مهم للدم جداً وفيتامين سي للدم طبعاً يقول لفيتامين سي احنا عارفين أنه أهميته للبشرة ناس كتير مش عارفة أن فيتامين سي هو اللي بيساعد على امتصاص الحديد مدام قلت دم يبقى ناخد بالنا من الحديد نسبة الحديد فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد في الدم فطيب يبقى نعمل ايه بقى هناخد القوبة لمين هناخد فيتامين سي هناخد زينك هناخد نحاس عشان وطبعاً فيتامين إي كمضاد أكساد طب يبقى كل ده بقى عندي في قلب مال تيفي بدل ما أروح أتبهد وعد أدور وراء فيتاميناتي وهنا وهنا أروح أجيب قلب مالتي فيت اللي فيه كل العناصر التكامية عن هذا بالضبط قلب مالتي فيت أعتقد أنه ممكن يكون صورته على الشاشة أو لو هو معينا فعلاً على الشاشة تمام قلب مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء قلب مالتي فيت فيه 13 عنصر وفيتامين مش بس لتكوين خلاية دم الحمرة أو لكفاءة خلاية دم الحمرة قلب مالتي فيت داعم للمناعة جداً وموضوع المناعة كل مرة أتكلم المناعة مش حاجة أوبشن أنا أدعم مناعتي لازم طول وقت جسمي يبقى قوي لأي بكتيريا هجوم بكتيري أو هجوم فيروسي فداعم للمناعة الاحتواء على فيتامين سي والاحتواء على الزينك عندي قلب مالتي فيت فيه كل يعني أقول الكوبالامين لقراطة دم الحمر الكوبالامين هو فيتامين بي 12 الحلو في قلب مالتي فيت المميز فيه أنه ملم بعقلة فيتامين بي كلها الكاملة طيب فيتامين بي بيعمل إيه تاني؟ بيعمل حاجات كتيرة جداً مهمة للجسم التمثيل الغذائي سرعة الأيد على طول بقول ما فيش تمثيل غذائي ما فيش حياة التمثيل الغذائي أن أنا أقدر أحول الأكل للطاقة أن أنا يبقى عندي المجود أحسن يمكن فيه طاقات خفية نقل الهرمونات دي محتاجين طاقة التنفس وأنا نايمة وأنا صحية كل ده محتاج طاقة فيتامين بي 12 وفيتامين بي عقلة فيتامين بي كلها بتعمل كده عندي الزينك داخل ألبا مالتي فيت كلنا عارفين الزينك مناعة شعر بشرة وخصوبة عند الرجال بيدعم الخصوبة عند الرجال عندي إيه كمان؟ عندي الكالسيوم داخل ألبا مالتي فيت الكالسيوم داعم لتكوين خلايا العزام ومهم لإنقباض عطلة القلب عندي النحاس فأعتقد أن القلب مالتي فيت منتج غذائي مكمل غذائي رائع مش هقول كل الفيتامينز هقول معظم الفيتامينات الأساسية الأساسية اللي محتاجنها إنتيك يومي يعني إحنا أصلا ممكن نكون معظمنا نسب الفيتامينز اللي جسمنا بيحتاجها مش بين الدهال وكل يوم وبالتالي على اللونج ترم يسبح عندنا أو نكتشف يعني أو بتظهر بعض الأمراض لقدر الله اللي بنيجي نقول يا ريتنا من الأول خدنا بالنا منها صح للأسف هو موضوع الفيتامينات والمعادن الجسم لا ينتجها معظم الفيتامينات والمعادن الجسم لا ينتجها ومع كبرى السنة برضو ومع اختلاف يعني الظروف لأن أنا لو حد سألني مين محتاج فيتامينز كتير طبعا كبرى السن لا غنى الفيجينز النباتين لا غنى أنا ما أكلش الحوم حمراء إطلاقا إطلاقا بيتهيق لي ده لا إطلاقا ده لأن اللحوم الحمراء هي فيها فيتامينز أنا عندي مشكلة بقى في الحديد كده الناس اللي زي طبعا طبعا لأن الحديد هو بيبقى أكتر في الحاجات الحيوانية سبانخ فيها حديد جرجير فيها حديد كلنا عارفين لكن المصدر الحيواني الحديد فيه أعلى فطبعا الفيجينز لازم ياخدوا مكملات غذائية أو فيتامينز مولتي فيتامينز يومية عشان يعوض النقص بتاع الفيتامينات والمعادن طيب بص يبقى فيه حد كان بيسأل بيقول هو هل ممكن أنا ما اعتمد على الفيتامينز من الأكل هل ممكن يأكل أكلات معينة تديله الفيتامينز اللي جسمه محتاجها بدل ما يلجأ لمكمل غذائي ولا الموضوع مالوش علاقة والمكمل الغذائي ده كده كده أساسي فأهم حضرتك أنا من وجهة نظري أن المكمل الغذائي الووتر صوليبل الفيتامينز القابلة للزوابان في الماء تبقى أساسية ما خافش أن لو التركيز بتاعه عالي يتخزن في الخلايا ويعمل لي مشاكل ألبو مالتي فيت معظم الفيتامينز اللي فيه ووتر صوليبل فأنا بداعم جدا ألبو مالتي فيت لأنه كمان تركيزه بسيطة بلس التركيز اللي هي الفيتامينات مش عالية بلس أن مين فينا هيقدر يركز يوميا يعني عشان أخد الفيتامينز مطلوبة لازم السلطة يبقى فيها على الأقل خمس ألوان مضاد أكسادة لازم أركز في حاجات مضاد أكسادة الشاي الأخضر مضاد أكسادة يمكن الأسماك حلوة جدا كأنتي أكسيدنت بس مين فينا هيقعد يفكر لأنا هاكل النهاردة البروتين كذا السمك كذا بيقابليني آه فطبيعي أن أنا أخذ مكامل غذائي طبعا برشح ألبو مالتي فيت تركيزه حلوة جدا ممكن يقولي آه حردك مثلا يا دكتورة دينا بتقولي ناخد ألبو مالتي فيت فيه كالسيوم الكالسيوم ما ينفعش أخذه بتركيزة عالية الكالسيوم أنا محتاجة في اليوم لو أنا مثلا أو الستات مش حوامل أو كده محتاجين البلغين ألف ميلي جرام فبطمنهم من الكالسيوم عندي سبعين بس فأنتي محتاجة أكتر أصلا مع الأكل بقى لو هتكلم عن الكالسيوم يبقى إذن الأكل حتى لو كان تمام وسليم وصحي وكل حاجة معها ده بيساعد مع ألف مالتي فيت بيساعد مش بيدق عمره ما هيضر بالعكس هو هيوصلك للبرسنتج اللي جسمك أصلا محتاجها حتى لو كانت أكل صحي بالزبط والفيد باك أصلا بتوعي سادة العملة رائع يا نهوانت أنا بشوف بعيني أنا بشوف بقراها بعيني بصراحة لأ حاجة فعلا محترمة نشاط مناعة قوة تركيز عشان كده الطلاب اللي عندهم دلوقتي بتحالات برشح لهم جدا جدا ألف مالتي فيت هيلقوا تركيزهم أعلى بكتير ده كلام كبير نخش بقى لأسئلة المشاهدين لأن دايما من الأسئلة الواحد والله بيروح لنقاط ما تطرقش ليها السؤال الأولاني ده أنا ها اعتبريني أنا اللي بسأله لأن دي كيس بتاعتي أنا هو أستاذ متحة عادل بيقول صباح الخير كنت عاوز أعرف إيه أسباب بداية الشعور بالنسيان في سنه الصغير أنا بجد عندي مشكلة دي يعني ممكن حاجة بأنبارح ممكن لو هتكلم العوامل الخارجية الضغوط النفسية الاسترس على طوبة أقولي يا ستات نقل الاسترس لأن الاسترس والكورتزول لو حصلوا خلل أنا بردة جدا عايزة أقولك ده بس أنت إكسابشن يا إيانا هواد أنا مش بردة خالص يعني أنا بقولي الاسترس على طول الوقت بس أنا وانا بسوحة ليل وراي زيد عايزة شوية برود بس الزكرة مش موجودة الزكرة مش موجودة ما أعتقدش أني اقتكلي سكر كتير لا بقولش سكر أصلا برافو عليك ممكن يبقى فيه نقص فيتامين وميرالز وممكن يبقى فيه نقص أوميجا آه ممكن الأوميجا 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 مهم جدا المخ بيحب زيت السمك فالأوميجا مهم مع فيتامين بي عائلة فيتامين بي أوميجا ثري طبعا موجود في السلمون موجود في الأسماك ونقدر ناخده سابله من برا مفيش أي مشكلة هذا المسؤول عن الذاكرة مين لي؟ ذاكرة ومناعة وحاجات كتيرة جدا برضو وقالب مالتي فيت هيبقى رائع للذاكرة لأنه بيحتوي على عائلة فيتامين بي الكاملة لأن فيتامين بي مهم جدا لدعم الخلايا العصبية اللي في المخ فالجرعة المناسبة لقالب مالتي فيت لو عايزة أعلي الذاكرة بتاعتي أو ما بتديش أنسة كتير وعلي النشاط بتاعتي معينها نعمة والله تغسلها في النهاية حاجة مش وحشة بس اي ماشي الكورس أو الجرعة المناسبة مش كابسولة تابلت هو كورس تابلت واحدة بس في اليوم بعد الأكل بقى دقيبة بعد الأكل لو أنا بفتر في طرق كويس لأن ما ينفعش الفيتامينز أخذها على معدة فضية أي نقطة مهمة يعني مش بس قلب بعد الأكل بساعة مثلا على كوبية مية كبيرة عشان المية هتسرع من امتصاص هي كورس واحد بس لا يتعارض مع أي دواء سواء ستة أو راجل بيأخذوا أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة هو لا يتعارض هو داعم جدا مع أصحاب الأمراض المزمنة كمان طيب حد كان بيسألوا ساذا نادية السيد هي بتسأل عن السن المناسبة عند 16 و 14 أطفالها بس إيه بقى أنا هضيف هنا إيه السن المناسب اللي نبدأ فيه أصلا من سنة 17 سنة ابتداء من سنة طيب ليه مش أصغر ليه؟ الصغيرين ما بيعرفوش يبلعوا هو الكابسول الأورس أوكي دا عشان طيب صنعونا بقى حاجات لا هم الأطفال شوينج الأطفال لو هتكلم عن الأطفال أحسن لو يروح للدكتور أطفال بيدي له بقى السيرة بالشراب اللي فيه الفيتامينز تضال للأطفال يعني من سنة 12-13 سنة هو آمن جدا ما فيش أي مشكلة بيتاخد كابسولة واحدة بس في اليوم سواء بعد الفطار أو بعد الغدر طيب عايزة نروح معاكي برضو لفكرة هنا الملف الأساسي بقى خلايا الدم وأوقات بيحصل دروب فيه الكورات الدم البيضة ويقولك دا ليه تأثيرات كبيرة برضو دا بيبقى راجع لنقص فيتامينز معينة ولا دا لإيه؟ لو هتكلم على دروب أو مرتفع حاجة كده ممكن يكون مثلا فيه عدوى بكترية في فيرل إنفكشن بيحصل له ارتفاع في خلايا الدم البيضة والدكتور يقوله مثلا كمان بيمشي بقى على أدوية يعني مهم برضو كل حاجة أروح للدكتور لو لقيت حاجة في السي بي سي اللي هو الكمبيت بلاد بيتشر مش مزبوطة مش مزبوطة أكيد أنا بنصح جدا باستشارة الدكتور لأن لو عنده مشكلة منعية الفيتامين مش هيعالج لأن على طول بقول أن الفيتامينات لا تعالج هي داعمة للصحة فقط فأكيد بقول وقتها لازم أستشيل الطبيب وأعتقد الطبيب كمان ممكن يدعم له بقالبة مالتي فيت لأن قالبة مالتي فيت ما فيهوش مادة فعالة تأثر على أي دواء فلو حتى الدكتور كتب له على أي دواء يدعم بقالبة مالتي فيت لأنه مكمل غذائي ليس دواء طيب تعرف إحنا كثقافة عندنا أن إحنا عايزين ناخد حاجة النهاردة تاني يوم تبان يعني فهمت إزاي ما بنصبر عايزين نتيجة على طول قبل ما نعمل حاجة فهتلاقي ناس عايزة تسأل أو تستفسر طب أنا إمتى حيبتدي الجسم أحس أن الهامدان مش موجود الكسل مش موجود الموت بتاعي يتحصل ليه كل الحاجات اللي بتعكس استخدام قلب مالتي فيت النتيجة تظهر باختصار إمتى هقول لك النتيجة هتصدقني لأقول لك بجلد في خلال ثلاثة يام هتلاقي التركيز والطاقة لأن ده لماسته بعيني يعني بالنسبة لي وبالنسبة الناس الحوالي اللي جربوه من ثلاثة يوم بتلاقي تركيز وطاقة ونشاط ومود أحسن الحلوة في قلب مالتي فيت أنت بتلاقي مودك بتحسن يعني المود نفسه بيبقى فيه تحسن لأن نشاطك بيعلى وسرعة الأيد وسرعة التمثيل الغذائي بتعلى لو لقيت حد مكسل أعرف أنه داخل في مود اكتئاب داخل في مود زهق الكسل والخمول مش قادر أنزل ده بيجيب لي اكتئاب على طول الأسف في ناس كتير كده أه وبداي لكن أول ما بلاقي عندي نشاط وبعرف أنزل أخلص شغلي خرج مع أصحابي خرج مع أولادي بتلاقي أن اليوم كله مليان نشاطات اجتماعية وحاجات كتيرة جدا فبتلاقي المود أحسن هنقول النتيجة ممكن في خلال ثلاث يام لكن لو هكلم على الشعر هيبقى أطول شوية أكيد يعني هكلم الحاجات اللحظية اللي ببانها لأنه يقولوا يقاب مالتي فيت هو دعم للشعر لأنه فيه والبشرة والدوافر زينك نحاس بيوتين كالسيوم للدوافر كمان فممكن أقول لو هشوف تحسن في الشعر ممكن أقول في خلال ثلاث أسابيع ألاقي تحسن أو في خلال أربع أسابيع ألاقي تحسن كويس المهم الاستدامة على الفيتامين خلوه ديلي روتين ديلي روتين ما عليش برضو عشان الناس تبقى لصورة واضحة أنا هستعمله ثلاث شهور وبيني أوقف مثلا أسبوع وكمل ولا الموضوع ممكن ما فيش حاجة اسمها أوقف يعني خلينا نعرف الدوز الصح فيه طبعا بعض الفيتامينز أكيد بنوقف وشهر ونرجع ده بعض الفيتامينز لكن ألبا مولتي فيت أنا ما عنديش مش محتاجين نعمل ده لا لا تركيزه حلوة تركيزه مش عالية ومعظم الفيتامينات وطر صالب إذن أنا ممكن يبقى لايف ستايل بالزبط بالزبط وأرجع أقول ألبا مولتي فيت عشان أطمن الناس كلها بتتفرج علينا أن ألبا مولتي فيت واخد ترخيص من نهاية سلامة الغذاء احنا عندنا صفحة دلوقتي كمان لينك على الفيسبوك أكيد أعتقد أنها نزلت على الشاشة هي معي نفا وعندنا كمان إزاي نقدر نحصل على ألبا مولتي فيت موجودين إحنا في كل السيدليات سلسلة سيدلات كبيرة موجودة في كل محافظات مصر دي حاجة تاني حاجة عندنا شركة بايو ناتشرل عليها أرقام الشركة بنوصل لكل محافظات مصر وأكيد السادة المشاهدين لهم حرية الاختيار عاديين يشترون من السيدلية أو يعملوا أوردر عن طريق الأرقام دي بس معدناش أي منفذ باعة إحنا ممكن تدونا كارتونة برضو أنا متأكدة أن الناس هيسألون إحنا عايدين قلب فنوزع إحنا كمان أنا في ناس بسألني عنه أنا مش بهذر يعني من الناس اللي بتتابع بشكل كبير دكتور ديني بقت جيري كالعادة بس ملف مهم ونورتينا وحنتقابل في ملف تاني أهم إن شاء الله برض شكرا لحضراتكم على متابعتنا الحلقة النهاردة كده خلصت شوفكم بكرة أنا وكريم وحلقة جديدة وعشر صبح في الأهل